دخلنا إن شاء الله بعد كده في المرحلة الثالثة وهو تأثير العقيدة على المجتمع إزاي إن عقيدة الإسلام أثرت على المجتمع وعقيدة غير المسلمين أثرت على المجتمع تأثير هنا إيه وتأثير هنا إيه ناخد الأول المثال السلبي في العقيدة مثلا وليكن الأشهر النصرانية واليهودية العقيدتين دول بيقولوا في العهد القديم والجديد أن الذي يؤمن أو يقبل اليسوع كإله أنه في الملكوت أنه دخل الملكوت يعني دخل الجنة فمجرد أنك آمنت بهذا الإله أنت في الجنة فأنا كعبد الرحيم مثلا وليكن آمنت أن يسوع هو الإله وأنني نصراني أو كما يقول بعض العرب أنني مسيحي فأنا دخل الجنة فما الداعي الذي يجعلني مثلا أكون حسن الخلق أنا سأدخل الجنة حتى وكانت أخلاق سيئة لماذا أكون أمين ليس هناك داعي لأن أدخل الجنة لماذا لا أطعط المخدرات ليس هناك داعي لماذا 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 فأفعل كل الأمور السيئة في حياتي لأنني على يقين أنني سأدخل الجنة لأنني لدي أي مشكلة بينما في الإسلام نقول لك هناك جنة وهناك نار فأنت وإن كنت مسلم ما قالك إلى الله عز وجل ما قالك في النهاية من توفيق الله عز وجل إلى الجنة ولكن قبل ذلك أنت معرض أن تعذب على كل الذنوب التي فعلتها فهنا الأمر يجب أن تحافظ عن نفسك وعلى أسرتك وعلى عائلتك وعلى بيئتك وأن تكون حسن الخلق وتحسن إلى جيرانك فيكون المجتمع عند المسلمين مجتمع طيب لأنهم سيحسبون في الآخرة حتى وإن كانوا مسلمين أما عند اليهودي والنصراني هو لن يحاسب فإذن ليس هناك مبرر أن يعيش في حياة هناك فيها بعض القيود لأن الاتزام بالأخلاق هو في قيد لأن إذا سألت إنسان ما هو الأسهل بالنسبة لك أم تشتم أم تحفظ لسانك في وقت الغضب الأسهل أن أشتم الصعب أنني أعتملك نفسي أنا رأيت مثلا بنت تلبس لبس معين مثلا ويريد أن أنظر إليها الأسهل أن أنظر أم أغض بصري الأسهل أن أنظر وغير وغير من الأمور فإذن التقيد بالأمور الدينية هي أصعب من التسايل فلذلك أنت كمسلم هذا يحافظ على المجتمع ينقلك هذا إلى الشكل الأكبر والأهم الأكبر هو هم الذي يحدث في المجتمع كما ذكرنا مثلا في مثال الأسرة حينما لا نجد حل في حل زع الأسري أنا أذهب لأمارس الحرام الزنا وهي تذهب لتمارس الحرام الزنا لما؟ لأنهم يعلمون في النهاية أنهم سيدخون الجنة سواء مارسوا الزنا أم لم يمارسوا فيقبلوا على أمارس الزنا بدون أي مشكلة فينتشر في المجتمع الزنا ينتشر مخدرات تكون نتيجة يأتي أبناء من الزنا فهؤلاء الأبناء يأتون من الحرام فيعيشون لا يعرفون لهم أفضل من الأم فيكونوا مكرهين من المجتمع أحدث مشكلة للأبناء الذي ليس لهم أي زنب غير أن أباهم ولد مسيحي أو نصراني ولم يجد سبيل في أن يعيش مع أمه فتجه للزنا فنتج عن الزنا هذا الولد فكون خد ظلم نطف ليس له أي زنب ويعيش حياته كلها في هذا الظلم أما في الإسلام تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياتي يقول الأب أنت مسؤول عن الأبناء في بيتك وعن زوجاتك تجد أن الأم والأم راعية ومسؤولة عن رعياتك هي راعيتهم في بيتها ومسؤولة عن رعيتها والأم مسؤولة في بيتها أن ترعى البيت وترعى الأبناء بل الأكثر تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوماً قيامة إن الله سائل كل راعي عن مسترعاء الله عز وجل سيسألك عن كل ما كنت مسؤول عنه في بيتك في عملك في حديقتك في شغل لأحد الناس كلهم سيسألون عنه فأنت مأمور أن تحافظ على أبنائك وعلى زوجاتك وعلى عملك حتى حينما أسألك الله عز وجل تجيب فتكون النتيجة أبنائك يخرجون صالحين وأنت صالح وأبناء الآخر والثالث فيكون المجتمع كله في صالح فيكون بفضل عز وجل المجتمع المسلم يعيش في نفس حنيع وطيب صدر الزرطان مع عقد نفسي وعشان محن أسألون سيسألون وعندنا قدمنا نفسية في الراقيدة الإسلامية ويمكن مع كله سهولات وعادت نفسي وعندنا نفسي ل garbage إقامل وقبل إضافي أوضح فتح اهلون منه لديك أجلون ؟ يعجلون وكماًا تقامل ذهبع سي rantي وأنت تقامل تنسى اللقاء لا تنسى ينسى اللقاء انه يسأل حقيق سيقام درستي قاموا شراء كان للأسر ماذا لا تنسى اللقاء لا تنسى لا يثيون اخذ لا تنسى ليس كذلك درستيقر جميع عامل شراء لا نسى ما أفعل كل ما سرعة في القرية وعالوا ورحمة الناس وقعنا نريد ما يقوم بحثة بحثة اننا في الاسلام لا بالغم بحثة الله سبحانه وتعالى يقولون أنه سيكون يكون سيكون الله بالله في المسيح ولكنه يكون الأنفر ويوجد العدب على دونو ويوجد هذا المسلم يفعل كله على كله على كله لا يفعل الهرام لا يفعل الهرام لأنه يقولون أنه المسلم يفعل أنه يفعله ولكنه يفعله ومعاك سيكون أيضاً يومتهم بحاجة فهمة وانه يفعله بحاجة إلى مضحة. ومن الأولى أنه يكون في خبر المسلمين، أعلم أنه لا أعطره مكفقًا لكي أفضل من المحرام. ومن أعطيك أنه ليس قدون من أفضل يجب أنه يمكنك فرمكس بخير منه. وانت أفردت لأتواجه إلى أطفاله. فهو لا يبدو أن يكون لأطفاله. وانه سيارة سيارة بعض المعارضة. فهي سيارة تأخذ الكثير. فهي سيارة أطفاله للاساعة. فهي سيارة. فهي سيارة عمرنة سيارة. فهي سيارة عمرنة سيارة ويستقرنه. لكن لا يوجد في نسام الأمر. On est responsable à tout Cheikh Abdel Rahman A cité un verset dans le Because Un hadith Un hadith The prophète dit Que tout musulman Est responsable De tout Ce qui est De sa famille Et de son job Ça veut dire Un père musulman يجب أن ينزل ونزل 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 من أرقب الأخرى، يس باهظون، يس بيام، فعلت ما يريد، نوى المسلمون، لا، نحن نحن نفس الشخصية، لكما نحن نفسه، مثلون سيارين، كان يحن المسلم، من مسلم أنه يحن نحن نحن نساعد هذا هو تجاهد على كل المسلمات وهذا حسن مفرق من كل المسلمات تتطوراً اجراء اتواجه تفتح ليس لنا ومم تفتح ليس لنا لنا تفتح ليس لنا سيدة أتفضل شخص عدرا ندخلنا بعد ذلك التأثير الحقيدة في بيب في الأسرة جوالبيت برضو هنضرب بالمثال يعني خلينا ماشي مع مسار الدين النصراني واليهودي والإسلامي لأن دول يعتبر أشهر ثلاث حاجة هنجي ببص لأمور مختلفة هتباين حضرك تأثير العقيدة على استقرار البيت على سبيل المثال مثلا نتكلم وليكن في أمر المراس هتلاقي اليهودية عندهم نظام المراس لا يارس أي أحد في البيت إلا الإبن الأكبر هو فقط الذي يارس فهنا تحدث مشكلة ما المشكلة؟ الأبناء الآخرين ينظرون للإبن يعني لماذا هذا يا فقط الذي يارس فيحدث نوع من البغضاء بين أبناء الأسرة الوحيدة يعني الأخ يقرأ أخوه والأخ تقرأ أخيها لأنه هو الذي يستولي على المال بالكامل بل يحدث أكثر من ذلك أن الأخوة يحاولون قتل أخوهم الكبير حتى يحصلهم على المراس وأكبر أخ سيأخذ المراس فللي يكون مثلا نحن أربع إخوة زكور فالأخ الثاني يريد أن يقتل الأول حتى يكون هو الأكبر فيأخذ المراس والأخ الثالث يريد أن يقتل الثاني والأول حتى يكون هو الأكبر والأخ الرابع يريد أن يقتل الثاني والثالث والأول فتكون النتيجة هناك خلافات وكره بين أبناء البيت الواحد كلهم يكرهوا بعضهم البعض كلهم يحاولوا أن يقتلوا بعض بسبب توزيع شيء كالمراس والبنات يشعرون بنوع من الألم لأن المراس لن يحصلوا عليه قبل فالمراس للذكور فقط ليس لهم فيه فيشعرون بنوع من الألم لأن الدين اليهود لم يوجد على الأب أن ينفق على أبناته فهنا البنات والأبناء الاثنين يعملون ينفقوا على أنفسهم وبعد ذلك الأموال تروح للذكور فيسألون ما الفرق بيننا وبينهم أنا أعمل وهو يعمل أنا أنفق عن نفسه وهو ينفق عن نفسه فلماذا هو يأخذ المال وأنا لا أخذه الأمر الثاني أن الزوجة لا ترث فبعض الحالات تكون الزوجة قد كبرت في السن فالأبناء يعيشوا وحدهم والذكور يعيشوا وحدهم والإناس لوحدهم وتبقى هذه الزوجة بدون عائل وبدون دخل وبدون مال فتكون النتيجة أن هناك كل زوج يهودي يموت تكون زوجته في الشارع تسأل الناس وتكون كذا وكذا وكذا فهنا مشكلة المشكلة الثانية هي مشكلة اليهود في أوروبا واليهود في الوطن العربي وعزيم الكوارث في المراس حينما يكون المراس في كل مكان له تشريح فهنا إذا ذهبنا الوطن العربي نجد أن اليهود في الوطن العربي يوزعون للمراس توزيع آخر المراس يكون للابن الأكبر لأبناء الكبار كلهم أبناء الزكور والأعمال والباقي ليس لهم مراس لها الزوجة والبنات فتحدث هنا مشكلة يكون مثلا الأب بتوفى والابن الأكبر يريد أن يوزع المراس على الطريقة الأوروبية حتى يحصلوا على المراس كله والإخوة يريدون أن يوزعوا على الطريقة العربية حتى يحصلوا معه في المراس والأعمال يريدون على الطريقة العربية فتحدث خلاف وجميع يتكلم باسم الدين يعني الجميع تكلم عن الدين اليهود يقول الزكور والأعمام والأخر يقول أن الدين يكون للإبن الأجمع فهذا يكون رغم أنه عن نفس الدين وعن نفس الاعتقاد لا يستطيع أن يوزعوا هذا المراس نذهب إلى فكرة أخرى فكرة الدين النصراني تجد هناك أزمة أكبر في الدين النصراني أنه ليس هناك تشريع أصلا للمراس لا يوجد أساسا تشريع أصلا حتى وإن كان ظالم لا يوجد فتكون نتيجة أن يكون توزيع المراس حسب البلد التي يعيش هنا فيها فإن كانت هذه البلد تخصم المراس بالنصف يخصوه النصر إذا كان الزكور يارسه وإذا كان الإنس يارسه فهذه كارثة أن يكون دين ليس له نظام فالنصراني الذي يعيش في مصر وغير الذي يعيش في الجزائر غير فرنسا غير إنجلترا وهذا لا يكون دين أبدا بأن الأصل في الدين أنه واحد في كل مكان وتحدث تشاكل كبيرة جدا حينما يكون أفراد الأسرة يعيشون في أكثر مكان ويكون مساعدة مثال نفترض جدلا أن أب نصراني من فرنسا وله ابن يعيش في مصر وابن يعيش في نيجيريا وابن يعيش في الصين ومتى هذا الأب ونريد أن نوزح هذا المراس فالشخص الذي في الصين لديه توزيع والذي في مصر لديه توزيع والذي في نيجيريا لديه توزيع والذي في فرنسا لديه توزيع فكيف نوزح هذا المراس فتحدث مشاكل وخلافات تصل بعضها إلى القاتل وإلى كذا فيكون المراس تسبب في إنهاء العلاقة الأسرية وإفشالها وإفشال البيت وحدث مشكلة كبيرة تذهب إلى الإسلام بفضله عز وجل وفضله تجد الأمر مختلف تماما أولا تجد أن الإسلام فيه أن نظام المراس موحد في كل مكان فالمراس المسلم في فرنسا كالجزائر كمصر كالسعودية هو واحد لا يتغير فإذا هذا دين لأن الدين واحد لا يتغير بإذن لو كان شخص أبناءه يعيشون في أكتر من بلاد فأكتر من بلاد فالمراس هو واحد الأمر الثاني أن المراس في الإسلام فيه عدل ليس فيه أن بعض الناس يارسوا وبعضهم لا يارسوا لا يكون ستجد أن الإسلام أوجب على الأب أن ينفق على الأبناء فالبنات أبوهم ينفق عليهم ستجد أن الأبناء يارسوا ضعب البنات ولكن بشرط وضعوا الإسلام أن الأخ سينفق على بناء على إخوته فأنا أعطيته جزء من المال زائد وقلت له هذا المال الزائد يجب أن ترع به أختك وتنفق عليها وإذا كانت مريضة تعالجها فحدث نوع من الوئام فنزع الحقد وغلم بين الإخوة وأصبحوا يعيشون في نوع من الألفة والحب والسلام وغلم بين الإخوة والسلام شكرا لشيخ عبد الرحمن شكرا لشيخ عبد الرحمن شكرا لشيخ عبد الرحمن Père Alors posez-vous la question Pour les autres frères Qui sont moins âgés Que le grand Ils sont tous En colère Pourquoi cette religion Dit que c'est le grand frère Qui prend tout Pourquoi moi non Peut-être cette question Elle peut créer même des problèmes Jusqu'à aller s'entretuer entre eux Et surtout pour les soeurs الساعة ممتازة لن يشعر و هذا يعني أنه يغربون سيسعه لماذا هذه المساعدة مجموعة؟ لماذا ممتازة لي فقط من أنك أشعر سيكون لدينا وهمت وليس عليها أنت ومن المفترانة لن تشعر بالجميع المتابعات التي تشعر بالجميع لن ينضي عليها لن يشعر بالجميع وممتازة لن يشعر بالجميع même si c'est elle qui a élevé et nourri ses enfants mais elle aussi la religion juive l'exclue de ce héritage pourtant peut-être qu'elle soit même qu'elle a participé à cette fortune et bien là vous allez avoir une mère juive en Europe qui d'un seul coup après la mort de son mari elle sera pauvre directement rien que parce que cette religion dit que rien que le frère grand qui a le roi d'hérité et il y a un grand problème aussi que cette religion déjà des juifs il n'y a pas que l'exemple européen parce que les juifs Chéchad Rahman dit que les juifs arabes ils ont une autre méthode différente des juifs européens là déjà ça veut dire que cette religion elle est déjà complexe il y a beaucoup de choses elle n'est pas claire elle n'est pas unique pour tout le monde je vous donne un exemple les juifs arabes c'est tous les garçons du défunt ils ont le droit et ses frères ça veut dire les oncles de ses enfants mais ses filles et sa femme non et bien là même même les petits frères de quelqu'un le grand frère un juif arabe il va dire que non je vais pratiquer le partage des juifs européens je veux prendre tous pour moi et là il peut faire créer un conflit il va dire moi je vais pratiquer le partage de ma religion mais celle pratiquée en Europe les autres frères ils disent non on est arabe malgré on est juif on est arabe on va pratiquer le partage des juifs et là déjà ça prouve qu'il y a un conflit total dans cette religion et ce conflit peut donner un résultat qu'une famille elle peut être brisée pour rien du tout l'autre exemple il vous donne l'exemple des chrétiens il vous dit qu'il n'y a jamais d'ordre sur l'héritage dans la religion chrétienne ça veut dire déjà la religion chrétienne ne traite même pas ce sujet c'est aux familles de se démerder et de trouver une solution et pour ça une famille chrétienne elle est obligée de prendre en considération l'état où elles vivent ça veut dire deux chrétiens un en Allemagne un en France le français peut-être la loi lui dit que tu peux partager l'héritage entre tous tes enfants peut-être l'Allemagne lui dit non sauf le grand sauf les filles sauf les garçons et là aussi ça ça met en polémique cette religion parce qu'elle n'est pas unique elle n'a pas une même solution pour tout le monde et au contraire là on trouve aussi une réponse à cette question dans notre religion Alhamdulillah Al-Islam qui est unique et il a une seule solution pour tout le monde soit un musulman en Egypte en Alaska en Afrique l'héritage il sera le même il sera partagé pour tout le monde déjà c'est la première fois la première des choses et équitablement ça veut dire la deuxième chose et la troisième chose même si quelqu'un dit que non attends il y a le garçon en islam qui prend beaucoup que sa soeur on le dit que même ça la religion ordonne à ce frère à être bien soignant de sa soeur déjà par exemple il donne un exemple si la soeur elle est petite ce grand frère il sera déjà responsable parce qu'on a révoqué ça avant on a dit que ça veut dire le frère il est responsable de sa soeur si elle n'est pas mariée malgré qu'il a pris beaucoup dans l'héritage mais il est obligé de la soigner de la aider de la faire vivre jusqu'à qu'il s'assure qu'elle a une vie un mari qui va s'occuper d'elle et ça donne une idée que l'islam il est équitable sur le côté social familial il n'y a pas de différence entre un musulman en Inde en Afghanistan en Egypte en Europe tout le monde aura la même part d'héritage et déjà cet exemple d'héritage donne bien l'idée que les autres religions ils sont totalement pas d'accord d'un seul sujet au contraire à l'islam il est parfait sur ce problème Fadal Sheikh Abdul Rahman Sous-titrage المترجم للقناة